التمرين الاول عندي ناقص واحد على 2 على 3 قص ناقص 2 ضرب 2 على 3 على 2 قص ما يسأل هلا مبدئيا التلاتة بتطلع الى فوق ناقص 3 على 2 قص ناقص 2 ضرب هاي الاثنين بتروح مع هاي الاثنين والثلاتة بتنزل على المقام بصير قص ناقص 3 هلا فينا نقلب نحنا الناقص هاي فينا نروحها كونه القص زوجي فالناقص بتروح بصير معنا 2 على 3 قص 2 اذا انا قلبت بالتالي القص صار موجب وايضا السالب راحة تكون القص زوجي وهون كمان بقلب بتصير 3 على 1 قص 3 يعني بصير معنا 2 قص 2 على 3 قص 2 ضرب 3 قص 3 اذا وزعت القوة للبسط وللمقام هلا 3 قص 3 بتروح مع 3 قص 2 بصفى عنا فقط 3 هون يعني بصير عندي 4 ضرب 3 ويساوي 12 السؤال الثاني عندي 2 زائد نص على 2 ماقص 2 على 2 زائد نص 2 زائد نص يعني 5 على 2 يعني 2 ونص بالتالي 5 على 2 أو 1 المقامات اذا بصير عندي 5 على 2 على 2 ناقص 2 على 2 زائد نص كمان 5 على 2 هاي الاتنين بتنزل عندي الاتنين بتصير 5 على 4 وهي الاتنين بتطلع عندي الاتنين بتصير 4 على 5 بوحد المقامات المقام المشترك هو 20 بالتالي بضرب هاي بخمسة بتصير 25 ماقص 16 على 20 25 ماقص 16 يعني 9 على 20 السؤال رقم 3 عندي x على 2 على 3 ماقص x على 2 على 3 يساوي 2 بده يعني اوجه قيمة ال x هلا هاي الاتنين بتطلع ال 4 بتصير 3x على 2 وهي الاتنين بتنزل لتحت بتصير x على 6 يساوي 2 هادرب المعادلة كلها ب 6 فادرب هون ب 6 بتروح ال 6 مع ال 2 بصفى عندي 3 وهون 6 بتروح مع ال 6 وهون ايضا مضرب ب 6 بصفى عندي 3 ضرب 3 يعني 9x ماقص x يساوي 12 ماقص 8x يساوي 12 بالتالي x تساوي 12 على 8 بقسم على 4 12 تقسيم 4 3 و 8 4 2 السؤال رقم 4 عندي x يساوي 3 زائد 4 على 3 زائد 4 على للنهاية y يساوي 8 زائد 9 على 8 زائد 9 للنهاية بده يعني اوجد قيمة y 3 ناقص x يساوي قديش طيب هلا هاي حلها لحالة بتصير x زائد 3 عفوا x يساوي 3 زائد 4 على x إذا هذا المقام كله بيكون x بواحد المقامات بسمعي x يساوي 3 x زائد 4 على x جداء الطرفين والوسطين بسمعنا x مربع وحنقل 3x ناقص 3x يساوي 4 هتطلع x عامي المشترك بصير x بx ناقص 3 يساوي 4 بده يدور على عددين الفرق بيناتهم 4 بالتالي هذا العدد لازم يكون 4 الفرق بيناتهم 3 عفوا وهذا 1 إذا 4 ضرب 1 4 لذا يستنتج أن قيمة x تساوي 4 4 طيب نجي لهم عندي y تساوي 8 زائد إلى آخره بستنتج أن هذا لازم يكون عندنا y بالتالي y يساوي 8 زائد 9 على y واحد المقامات بصير y يساوي 8y زائد 9 على y بضرب هلا وبنقل 8y بصير معنا y مربع 8y زائد يساوي 9 طلع y عام المشترك بصير عندي y ناقص 8 يساوي 9 بالتالي y 9 وهي كله 1 فمستنتج أن قيمة y تساوي 9 بده هو y ناقص x y 9 و x 4 فالناتج لازم يكون عندنا النهائي 5 سؤال 5 رقم 5 عندي a.b ينتبه بجموعة العداد الطبيعية مع عدد 0 عندي a على 0.2 2 زائد a على 0.3 زائد a على 0.4 يساوي b أوجد أصغر قيمة 10 a زائد b هلا هدرب البسط المقام بعشرة فبسير معي 10 a على 2 زائد 10 a على 3 زائد 10 a على 4 يساوي b لازم نواحد المقامات فبدرب هم بستة وهم بأربعة وهم بثلاتة لأن المضاف المسترك الأصغر للمقامات هو 12 فبسير معنا 60 a زائد 40 a زائد 30 a على 12 يساوي b بضرب هلا 12 b وبجمع هدو 60 و 40 130 يعني بيطلع معنا 130 a يساوي 12 b بقسم على 2 فبسير معنا 65 60 a يساوي 6b هلا أصغر قيمة ممكنة بتتحقق لما بتكون هاي 6 وبتكون هاي 65 60 بيصير معنا 6 ضرب 65 وساوي 6 ضرب 65 فبتالي بستنتج أنه قيمة a تساوي 6 و قيمة b تساوي 65 نحن لازم نشوف المضاعف المشترك الأصغر لل 65 و ال 6 بناء على ذلك منشتغل ما في مضاعف مشترك أصغر من أنه أضرب 65 ضرب 6 ما في غير هيك لذلك بيكون عنا a يساوي 6 وال b يساوي 65 بالتالي أصغر قيمة a زائد b هي 65 زائد 6 يعني 71 سؤال رقم 6 عندي صفر فاصلة x و فوق خط زائد صفر فاصلة xy و فوق xy في خط يساوي 109 على 99 هذا يعني أوجد قيمة x زائد y طيب هلأ هاي مباشرة هي x على 9 و هاي هي x y على 99 يساوي 109 على 99 يعني بصير معنا x على 9 زائد هاي بتصير 10x زائد y لأنه x موجودة بالعشرات وال y بالأحد على 99 يساوي 109 على 99 فين يختصر أو اضرب المعادلة كلها هي 99 و حاقد اضرب المعادلة كلها وهون 109 إذا عاش X زائد 10 يعني 21X زائد Y يساوي 109 هذه المعادلة وحيدة بمجهولين لذلك يمكنك تنحل بالتجريب إجباري بعملية التجريب أنا ال21 لازم شوفها إذا ضربت ال21 بخمسة فهيطلع معي 105 تمام؟ لأنه X والY بالأخير خانات فالY لازم تكون محصورة بين 0 وال9 فالX لازم تكون كبيرة لتضربها بال21 بالتالي الY تضل محصورة بين 0 وال9 مثلا إذا جربت ال21 ضرب 4 فالY ستكون أكبر من 9 إذا جربت بجعل X خمسة بالتالي الY ستكون 4 لأنه 21 ضرب 5 هي 105 زائد 4 يعطينا 109 فبستنتج أنه X تساوي 5 يساوي Y تساوي 4 بالتالي مجموعه يساوي 9 3 ترجمة نانسي قنقر